واحلها او علاجها. طيب فيه حد بيسأل تاني. امتى اقدر اشتغل ال 12 خطوة مع المريض وازاي اقدر ايس شدة الادمان عشان ابدأ العلاج النفسي. بص. 12 خطوة ده نجاحه في المجموعات. يعني اللي اعاوز يمشي على 12 خطوة. اي ان كان نادية بقى هي شكلها معالج او الطبيب او تمريد. برنامج 12 خطوة نجاحه في المجموعات. فهو المريض مش انت اللي تبدأي. المريض هو لازم يحضر المجموعات. لان قوة نجاح ال 12 خطوة في المجموعات اللي بيهضرها مع بعض. انت بقى كطبيب او كمعالج او صديق او اي كده. لما تبقى عندك خبرة مع ال 12 خطوة هتساعده احسن. اوكي? فتبقى عارف هو ماشي على خطوة واحد هو خطوة اتنين خطوة تلاتة وهكذا. طيب ازاي اقيس شدة الادمان. بص انا عاوزك تسمعي محاضرات الادمان بتاعته. اسمعي الالاج المعرفي السلوكي الادمان. انا شرح اعراض الادمان كلها. الادمان ده 11 خطوة. سوري 11 عراض. تمام? لو انت عندك عراضين بس هسمي ده ادمان بسيط. لو انت عندك ال 11 عراض بتوع الادمان ده ادمان شديد. دي طريقة بنقيس بيها. هو الادمان ده مايلد ولا مودرت ولا سفير. لو انا عندي كل الاعراض. بيجي لي بقى اعراض انسحاب وعندي مشاكل قانونية بسبب الادمان. وبقى سبت شغلي وما بقيتش مركز في اي حاجة. والادمان ده عامل لي مشاكل عضوية. عامل لي كرحة في المعدة ولا عامل لي ما فشل في الكبد ولا في الكلا وفي البتاع. وانا مستمر برضو. يعني الاعراض كلها الصورة كلها اقول ده بقى ادمان شديد. اوكي? لو هو بس عراض واحد من عراض الادمان هقول ده ادمان بسيط. برضو انا طريقة في تقييم الادمان ان انا بص على دي عامة في الامراض النفسية اشوف تأثير الوظيفي. تأثير تأثير المرض على الوظيفة. والله الراجل ده ساب شغله وسب اسرته وسب دراسته بسبب الادمان. ده معنا ان الادمان شديد. والله ده الراجل ده لسه بيروح شغله مهتم بولاده وهتم بمراته وهتم ببيته وهتم بفلوسه بس هو عنده اكتئاب بسيط. والله ده اكتئاب بقى مش شديد كده. فاما فاحنا بنقيم الامراض برضو عمتا عن طريق الانفيرمنت اوف فونكشن. اتناشر خطوة بص عشان برضو سهل على الناس. ممكن الاتناشر خطوة دول ان المريض يشتغلهم مع حد يكون عنده خبرة كويسة. يعني انا انا شايف انا انا شخصيا انا عندي خبرة كويسة بالاتناشر خطوة. انا فاهمهم وفاهم هما بيعملوا ايه? في فاهم كويس يعني. فهمتهم من اين? فهمتهم من اين? من المرضى? ما فهمتهمش من القرايات والكتب والكلام ده. فهمتهم او حضرت البرامج دي كتير. حضرت كتير وفاهم الفكرة يعني ماشي ازاي. ف لو حد هو عنده خبرة مع مرضى كتير عندهم ادمان هتلاقيه هو يقدر يطبقها على المستوى الفردي. اه فلو حد ما عندهش امكانية انه يحضر المجموعات. والمعالج او الطبيب او الاكس ادكت عاوز يساعده ممكن يساعده برضو. بس انا شايف ان المساعدة الحقيقية هتحصل لما نحضر المجموعات دي. اه وفي نفس الوقت يكون معايا مشير او مساعد يساعدني في اه اه 12 خطوة. اه طيب.